ما قلت إلي شو كان بدك منها؟ شو بيك؟ ليك خلينا نأكل ونمشي ماشي، بس لشو تكركبتي؟ ما بدي أسبب لك أي إحراج بسببي إحراج؟ ما تبرم، ما تبرم في شاب وراك على هديك الطاولي عمير إبني بتعرفي؟ وبعرف يا اللي باعتو إيه؟ شو إيه؟ يعني شو دخلني الجيش حتى ما قبرم؟ ليك بعتقد ما بقى فيني خب عليك بتتذكر هديك الليلة لما إيه؟ فهمت عليك، بتذكر؟ ما في داعي تكملي لا، أنا تعودت ما تنسى قديش بشوف ناس وعانم كل يوم كل القصة أنه هلأ بيجمع شوية معلومات عن أصلك وفصلك لحتى يتطمن هو أحداً بيغار عليّ مش أكتر بيغار عليك ولا بيخاف عليك؟ وشو الفرق؟ الفرق كبير؟ أنا ما بدي تدخل يعني بحياتك وهيك بس القصة كلها بإيدك أنت يا ريت يا ريت بيك عادة أنا ما بحب أحكي بهيدا الموضوع بس هيدا دين برقبتي وعم بتفاهم أنت أنت قدرة رح بحكي لك الصلاكي كان بزمانات وفي عندي أفصها صفية بيوم من الأيام فتحت الباب فاني طيلوا إحنا فتحت الباب اللي جناحاتهم أواية حملوا حالهم وراحوا طاروا الجناحاتهم ضعاف ما طاروا معا أن الباب مفتوح اللي عم تخبرني هالقصة؟ عم خبرك هالقصة هي لحتى أشرح لك لشو أنت أدرا أنا معلش سامحيني لازم أمشي أنا بعتذر منك إذا سببت لك أي مدايق أو أي إزعاج أو أي شيء خليك بنطلع سوا صدقني القصة مش أكتر من إثبات وجود عم بحاول يفسر لي أنه إذا ما كان معي بحيكون حوالي حياتي كلها هيك توضت عليها بعرف صوات الضرب كانت واصلة عندي مرسي أنا أنا حقيق علي بس القصة كانت بتفزز العصب من التوفي مشكورة على العزيمة مرسي 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 حتى مش هان هيك بجوز بأي لحظة يدعسوا فوق راسك ويكملوا ما شفواك تبسم ايه مين اكنت؟ ها؟ مين؟ اندو على اساس يعني هم تعمل المطلوب منك؟ وعدين؟ بتكون مش نس اذا طار الكرسي من تحته وكف بلاء عناك مشان هيك خد نصيحة مني واك يا حبيبي دور على درب رزق تاني وبعد عن الشيطان ومويله ها؟ لا 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 لوكاة كوية ليش هيك؟ قلتلك خدوا نصيحة مني ها؟ شفت ما احلا؟ اسمعوا لك انت هلا كتبلك عمرو جديد وانا شفت وشك وخلص وحفظت صورتها يعني اذا لا سمح الله وربي طبيبك الله اذا اذا المترجم للقناة اسمتي صوت الباب ولا شميت البارفان ياريت ما بقى طاير الموضوح شوفي شو اللي صاير إليلي كأنك بكياني مهيك ليك فادي أنا بحرف إنه هاي تاني مرة بتنحط بموقف صخيف من وراي بس الشي ما بيسمح لك ما بيعطيك الحق أبداً إنك تجرحني بكلامك بحق معك أنا سبق بعتذرت منك وهيليكني كمان مرة بإلك متأسف لك مش بس هلأ فادي مش بس هلأ أنا عم بحقيك عن طريقة كلامك معي من أول ما تهرفت عليك وأنت حداً يتشاهلني غريب كيف بتشوفني وكيف تحكي معي وكلم تقول خلاص برشع بتورط تورطي بشو تورطي بشو تورطي بشو هاي الطريقة يا اللي بتجنني كل ما بقرب منك خطوطي بتبعض خطوطين ليش؟ إلي لي؟ ظروفي ما بتسمح لي كيف يعني؟ يعني ما لي مضطر جاوبك لي؟ خايف تعترف؟ مش بور مش شو مش بور؟ نادى نور نادى خلاص 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 صح؟ تعرف ليش خلاص؟ لأنك واحد بلا أحساس أنا بلا أحساس كيف هيك؟ لو كنت بلا أحساس ما كنت حصيت فيكي ما كنت حصيت به الحياة اللي عايشت إيا هالحياة هاي اللي كلها كذب ومخليتك طول وقتك طول عمرك هرباني منها ايه؟ جربتي تطلعي بحالك وجربتي ضحكتك كذب عيشتك كذب شغلك كذب ناسك كذب وجاي هلا مشان تقليلي أنه أنا بلا أحساس طي وصلت المعلومة وصلت ارتحتي هلا؟ بردتي قلبك هلا هداية لطلع منك صح؟ معك حق أنا بوعدك أنه ها آخر مرة بتعس فيها هيتها البيت على صيغة العصفير ياللي كنت عم بتحكيني عنه لما بتكون ماسك عصفور بإيدك بتكون ليفوا بين إيدك لحتى ما يفلط منك وما نفس الوقت ما يموت هاي هي الطريقة اللي بتخلي يعايش بس مخنوق لا قادر يهرب ولا قادر يبقى إيه خير؟ شو بعد عندك؟ كنت منين طلع طي لي انتي ها؟ من وين؟ وليش هلا؟ ليش؟ كيف؟ ما هم تعمل؟ ما أنتي يلتي لي ما بدك تقاسي لبيتي؟ أه؟ بلو أما تحكي لي للهم؟